لماذا ندرس التفسير؟ لو قال لنا قائل لماذا ندرس التفسير؟ يعني ما السبب لدراسة تفسير القرآن الكريم؟ لأن القرآن كلام الله وقال الله سبحانه وتعالى ليتدبروا آياته وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وكيف يكون هذا القرآن أنزلوا الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام وأمرنا بتدبره ثم بعد هذا لا نفهم كلام الله وهذا إشكال يذكر الشيخ بن بازر رحمه الله تعالى أن أكثر ما يكون يعني من الإشكال في سورة الفاتحة لأن سورة الفاتحة يركم من أركان الصلاة فلابد تصحيح قراءة هذه السورة حفظ هذه السورة ولابد ومعرفة معناها أما أن نقرأ القرآن ولا يجاوز تراقينا قال الشيخ بن عثيم رحمه الله تعالى إذا كان القرآن يقرأ عليك ولا يؤثر فيك ولا يزيد من إيمانك فأنت على خطر أن تكون من الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان ترجمة نانسي قنقر